علاقة بن صالح الرسمية ببوتفليقة تعود إلى 2002 عندما عين بوتفليقة بن صالح ضمن التلث الرئاسي في مجلس الأمة وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى اليوم غير أن مسيرة بن صالح بدأت قبل ذلك بسنوات عديدة انطلاقا من التحاقه بثورة التحرير الجزائرية في الثامنة عشر من عمره حين احترف آنذاك الدعاية السياسية لصالح الثورة ولد بن صالح عام 1941 بقرية فلوسن بمحافظة تيلمسان غرب الجزائر بعد استقلال الجزائر غادر بن صالح جيش التحرير ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق قبل أن يعود إلى البلاد في 1967 للعمل كصحفي في يومية الشعب الحكومية مسيرة بن صالح السياسية بدأت سنة 1977 كنائب في البرلمان ومن ثم عين سفيرا في السعودية وفي منتصف التسعينيات تولى بن صالح المجلس الوطني الانتقالي الذي أنشئ بعد حل البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية كان بن صالح في 97 من المؤسسين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز في السنة ذاتها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ليعود نائبا مرة أخرى ورئيسا للبرلمان برز اسمه بقوة في 2013 بعد وعكة بوتفليقة الصحية إثر إصابته بجلطة دماغية حيث طفت إلى السطح مطالب بضرورة إعلان شغور منصب الرئاسة إلا أن بوتفليقة أصر على الترشح لولاية رابعة كان بن صالح من أشد المدافعين عنها عاد بن صالح ليقف أمام المشهد نفسه هذه المرة حيث ظهر إلى جانب رئيس المجلس الدستوري خلال تسلمه رسالة استقالة بوتفليقة في رسالة واضحة أنه مستعد لقيادة البلاد في المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر